وفي السياق ذاته أكد محافظ نينوى منصور المرعيد أن انتخابه تم وفق القانون واللوائح الدستورية وقال المرعيد في تصريح لعدد من وسائل الإعلام أن جهات سياسية حاولت الترويج لبيع منصب المحافظ مبينا أن انتخابه جاء وفقا للقانون واللوائح الدستورية وطالب المرعيد المعترضين على انتخابه باللجوء إلى القضاء مشيرا إلى سعيه لإعادة أعمار نينوى ورفع الحيف عنها شكرا